فعل همجي لا يصدر إلا من عصابات وصف حكومي جديد لسطو ميليشيا الانتقالي على حاويات البنك المركزي اليمني صباح سبت الثالث عشر من يونيو الجاري وفق بيان الحكومة فإن المجلس الانتقالي بهذا النهج الإجرامي يتعمد رفض تلبية الدعوات الدولية للتراجع عن إعلانه الإدارة الذاتية الحكومة في اجتماعها الذي انعقد افتراضيا أكدت على أن الاستيلاء على أموال البنك المركزي دليل على تعمد الانتقال تحديه للجهود السعودية الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض وبدى واضحا أن الحكومة لا تزال تثق كما يقول بيانها في اتخاذ المملكة موقفا عاجلا ضد تمرد ألوية الانتقال التي وصفها بيان سابق للخارجية بالميليشيات المسلحة الخارجة على القانون وقد بدت ثقة الحكومة بالجانب السعودي مستغربة من قبل مراقبين لأداء السعودية في اليمن حيث كان من اللافت أن التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي من شبوة وحتى عدن تمت في ظل وجود قيادة المجلس في السعودية برئاسة عيداليوس الزبيدي منذ 20 يونيو الماضي وهو ما وضع الكثير من الشكوك حول الاستضافة السعودية التي تمت بهدف احتواء التمرد الأخير على اتفاق الرياض المرتبط بإعلان الانتقال ما سماه بالإدارة الذاتية نهاية أبريل الماضي حادثة الانتقال الأخيرة والتي تسببت بفقدان البنك الأموال رسمية تصل إلى 80 مليار ريال يمني تضع الحكومة في مازق مرتبط بجد والاستمرار في سياسة التفرج على ما يجري والاتكاء على الثقة العمياء بالرياض التي لم تقدم دليلا واحدا حتى اللحظة يشير إلى كونها جادة في تنفيذ اتفاق رعته في نوفمبر 2019 ساعة عشر